هو أحد أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه الصلاة والسلام قيل ورد اسمه في التوراة وأشير إليه القرآن وكان قد دعا قومه للجهاد فهربوا وخرجوا من ديارهم خوفا من الموت فأماتهم الله عز وجل ثم أحياه فهو حزقيل ابن بوذي عليه الصلاة والسلام وهو ابن العجوز قال تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون قال ابن مسعود رضي الله عنه كانت هناك قرية يقال لها داودان انتشر فيها الطاعون وبدأ يسقطهم واحدا تلو الآخر فهرب أكثر أهلها من الوباء والطاعون ونزلوا في صعيد واسع من الأرض وهلك أكثر من بقي في القرية وسلم الآخرون الذين هربوا من القرية فلم يمت منهم كثير فلما ارتفع وزال الطاعون رجعوا سالمين فقال من بقوا إن أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم وأشجع منا لو فعلنا كما فعلوا وهربنا معهم لبقينا ولم يمت من الكثيرون ولئن وقع الطاعون مرة أخرى لنخرجن معهم ولنهرب كما هربوا قيل فوقع فيهم الطاعون مرة أخرى فهربوا جميعا وهم بقعة وثلاثون ألفا حتى نزلوا في وادي أفياح فناداهم ملك من أسفل وآخر من أعلى أن موتوا جميعا فماتوا ولم يفترهم رجل ولا امرأة ولا كهل ولا صغير حتى هلكوا وبقيت أجسادهم قيل وظلوا سنوات طويلة على هذه الحال لا يمر في هذا الوادي إلا السباع أو البهائم أما البشر فقد خافوا من أن يقتربوا منه قيل فمر بهم نبي يقال له حزقيل فلما رآهم عليهم فجعل يتفكر فيهم ويلوي شدقيه وأصابعه ويتعجب من قدرة الله عز وجل عليهم فأوحى الله تبارك وتعالى إليه يا حزقيل تريد أن أريك كيف أحييهم قال نعم يا ربي فقيل له نادي يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن تجتمعي فجعلت العظام تطير بعضها إلى بعض حتى كان أجسادا من عظام ثم أوحى الله عز وجل إليه أن نادي يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما فاكتست لحما ودما وثيابها التي ماتت فيها وأن يتصل العصب بعضه ببعض ثم قيل له نادي فنادى أيتها الأجساد إن الله يأمرك أن تقومي فقاموا أجمعين وكبروا تكبيرة رجل واحد وقالوا حين أحيوا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنهم كانوا موتا سحنة الموت على وجوههم لا يلبسون ثوبا إلا عاد رسما حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت لهم قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا السقم عذب به الأمم قبلها ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو بها فلا يستجنه الفرار منه وقيل في موتهم قصة أخرى أن الله تبارك وتعالى أماتهم قبل آجالهم عقوبة لهم لأنهم فروا من الجهاد لما أمرهم الله عز وجل به على لسان نبيه حزقيل عليه السلام فخافوا الموت بالقتل في الجهاد فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك فأماتهم الله عز وجل ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد وقيل في عدده كانوا أربعة آلاف وقيل ثمانية آلاف وقيل تسعة آلاف وقيل كانوا أربعين ألفا والعلم عند الله ولم يحبط مدة مكوث حزقيل عليه السلام في بني إسرائيل ثم إن الله عز وجل قبضه إليه فلما قبض نسي بنو إسرائيل عهد الله عز وجل إليهم وعظمت فيهم الأحداث وعبدوا الأوثان قيل يميعبدون من الأصنام صنما يسمى بعل فبعث الله تبارك وتعالى إليهم سيدنا إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العزر بن حرون بن عمران عليهم السلام لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر